اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأسأله جل جلاله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفافة والغنى وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الطيب الذي يبلغنا جنته ورضاه وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل من جوار الكعبة الشريفة قبلة أهل الإسلام وقبلة الأنبياء البيت العتيق هذا المكان الذي اصطفاه الله واختاره الله جل جلاله وفضله الله سبحانه وتعالى صاحب الحق في الاختيار والاستفاء والتفضيل والعطاء وأخبر عن هذا الحق الذي له في كتابه الكريم الخالد فقال عز من قائل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فاصطفى الله عز وجل هذا المكان وهذا البيت ومن الاصطفاء الذي كان للبيت أن الله عز وجل اصطفى له الخيرة من خلقه وصفوة الصفوة من عباده وربطهم بهذا البيت العتيق ويتقدمهم في ذلك خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليهما وكل منهما حاز هذه المكانة العلية الرفيعة عند ربه وهي درجة الخلة فكل منهما خليل الرحمن فخليل الله إبراهيم الله عز وجل بوأ له مكان البيت وأمره برفع قواعده فامتثل لربه عز وجل فقال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وفي التبوأة قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فالذي بوأ للخليل إبراهيم مكان البيت هو الله والممتثل لذلك هو الخليل الذي وفى وفى لربه بكل أمر أمره به امتثله وأداه على السداد والتمام فالله عز وجل أخبر عنه بأنه الذي وفى وهو الذي أعلن حرمة هذا البيت وحد حدوده وهو الذي أذن في الناس بالحج وهو الذي حج بيت الله وطاف بالبيت وهو الذي استقبل الحجاج معلما ومهيئا للمكان عليه السلام وذكر هذا الأمر كله وهذه الإشارات اللطيفة التي هي في كتاب ربنا عز وجل ويرتبط فيها المكان بالإنسان المكان المقدس والإنسان الصالح المرسل الإمام فالربط بينهما عظيم فالبيت هدى فهو أول معهد للهدى وخليل الله إبراهيم إمام للناس كلهم إلى يوم القيامة لقاؤنا اليوم نتحدث فيه عن الوحدة والإجتماع ولماذا دخلنا لهذا الموضوع من خلال هذه الإشارات للبيت وللخليل إبراهيم ثم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وخليل رب العالمين وسيد الأولين والآخرين فهو قد بعث من عند البيت ودع الناس عند البيت وهاجر من عند البيت ليعود إلى البيت فاتحا مطهرا وليعلن الضمانات الربانية أن يبقى البيت أمنى وأن يبقى البيت للمسلمين وهذه ضمانة عظيمة إن علاقة ذلك بموضوع الوحدة والاجتماع أنه عند رفع قواعد البيت من الخليل إبراهيم ومساعدتي ومعاونتي ولده النبي الصالح إسماعيل صادق الوعد كانت ولادة هذه الأمة الخاتمة كانت ولادتها تلك الدعوة من هذين النبيين الكريمين فكانت دعاء بأن يجعل الله عز وجل من ذريتهما أمة مسلمة وأن يبعث فيها رسولا منهم فكانت هذه الأمة الخاتمة وكان هذا الرسول الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والعبرة هنا في هذا الاسم الذرية المسلمة وهذا الاسم الذي سمى الله عز وجل به هذه الأمة فهو الذي سماهم بالمسلمين عندما نتحدث عن قضية الوحدة والاجتماع ونحن ننطلق من هدي القرآن الكريم ومن سيرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فإننا نعرض للقضية ابتداء في إدراك هذا الأمر وفق الخبر القرآني ووفق الحق الذي جاء به الكتاب وهكذا إن كان المفزع للقرآن عند كل قضية فكيف بمثل هذه القضية الكبرى ذات الشأن العظيم اجتماع الناس ونحن نرى ماذا اعترى هذا الإنسان من افتراق وماذا طرأ عليه من نزاع وشجار وإلى أي مدى وصلت حال هذا الإنسان على ظهر الأرض في هذا الجانب وما ترتب عليه من مآسي وأمور عظيمة كم كان لها من أثر فلذلك لنبني صورة الحق في هذه القضية وفي هذا الأمر مع أن البداية بالبيت وبالصفوة الذين ارتبطوا بالبيت وبالضمانات التي ذكرت نحو البيت فإنها تعطينا هذا النموذج الأرقاء لاجتماعي هذا الإنسان على اختلاف ألوانه وعلى اختلاف أجناسه وعلى اختلاف لهجاته بل لغاته فإنه يجتمع هنا في صحن المطاف وفي هذا البيت العتيق عبر هذا التاريخ الطويل الممتد والضارب في جذور الزمن يجتمع الناس هنا عند بيت ربهم وهم الناس ليعبدوا رب الناس مالك الناس إله الناس وعندها فهم خير أمة أخرجت للناس هذا البيت بنموذجه هذا سواء كان من أهله وجيرانه وهم أهل إسلام ويحبون من يفد إليهم من أهل الإسلام وسواء ممن أكرمهم الله عز وجل بقيادة هذه البلاد وهم أهل إسلام ويحبون أهل الإسلام فهذا النموذج الذي أكرمنا الله عز وجل به في هذه البلاد هو مما ينبغي أن يذكر ليشكر ليشكر الله جل جلاله الذي أنعم وتفضل ثم ليشكر من لهم دور في تحقيق هذه الوحدة والاجتماع بين المسلمين في هذه البلاد في هذه البلاد فإدراك التصور لقضية الوحدة والاجتماع عندما نعود إلى كتاب الله لننظم الحقائق الحقائق التي جاءت في القرآن عن هذا الأصل فابتداء يخبرنا الله جل جلاله وفي صدر القرآن في ثاني سورة بعد الفاتحة وهي سورة البقرة يذكر الله عز وجل قصة الأب الأول للإنسان وهو آدم عليه السلام فيذكر الله عز وجل قصته ليخبرنا عن البداية للوجود الإنساني وأن البداية كانت وجوده في السماء حيث خلق الله عز وجل آدم وخلق منه زوجها وهي حواء عليه السلام فالله عز وجل أخبرنا عن البداية لوجود الإنسان وأنها كانت بآدم عليه السلام ثم بالمرأة التي هي حواء وأن العلاقة كانت علاقة الزوجية فهذه هي العلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة علاقة الزوجية وأن البداية في حياة الإنسان على ظهر الأرض كانت بموجب هذه العلاقة بين الرجل والمرأة وهي علاقة الزوجية ثم أكرمهم الله عز وجل بالذرية لتنشأ علاقة أخرى بعد علاقة الزوجية وهي علاقة الأبوة والأمومة ولتنشأ علاقة ثالثة وهي علاقة الأخوة وهكذا يتناسل الناس وتتنامى تلك العلاقات بين العمومة والخؤولة والمصاهرة والأصل في ذلك تلك العلاقة التي هي علاقة الزوجية وهذا أمر عظيم يعطينا أي مكانة لهذه العلاقة إذ جعلها الله عز وجل العلاقة الأولى بين أول فئة أسكنها الله عز وجل الأرض من الناس وهما آدم وحواء والعلاقة علاقة الزوجية ثم التناسل فجاءت علاقة البنوة بين الأبناء علاقة الأخوة وهكذا وأيضا أن هذا الإنسان على ظهر هذه الأرض جاء به لينجز مهمة معينة اختارها الله عز وجل له وأن تلك المهمة لإنجازها تحتاج إلى تعليم فالله عز وجل علمه منذ اللحظة الأولى فكان آدم مهدي بهداية الله عز وجل له فالله تاب عليه بعد ذنبه ثم هداه وهذا يعطينا دلالة واضحة أن الله عز وجل كان تعليمه لابن آدم أسبق من أي تعليم للإنسان من قبل الإنسان وأن الله عز وجل هدى آدم وعلمه فلذلك هو إنسان معلم إنسان مهدي فالذي فالذي علمه الله والذي هداه هو الله فهو مهدي بهدى الله معلم بتعليم الله ينجز عمله وفق ذاك العلم الذي تلقاه عن ربه وفق ذلك الهدى الذي هداه الله عز وجل له فحركته وعمله وإنجازه وفق ذاك العلم والتعليم ووفق ذاك الهدى الذي آتاه الله إياه ثم أنه قام وفق تلك العلاقة علاقة الزوجية وعلاقة الأبوة قام بتعليم ذريته ليكون اجتماعهم وإنجازهم مجتمعين وفق ذاك العلم الذي علمه الله ووفق ذاك الهدى الذي آتاه الله فلذلك مثلوا بعملهم واجتماعهم أمة أمة على قلة عددهم لكنهم لما كانوا مجتمعين غير مفترقين متآلفين غير متنازعين عاملين منجزين وفق علم من الله ووفق هدى من الله فاستحقوا أن الله عز وجل يصفهم بهذا الوصف فيقول عز وجل في كتابه كان الناس أمة واحدة إذن وصفوا بهذا الوصف لاجتماع هذين الأمرين فيهما أن هناك أمر جمعهم مصدره من عند الله وأن هناك إنجاز وعمل وفق ذاك الأمر الذي جاءهم من عند الله وإنجاز وللإنسان خصم أعلن الخصومة وأعلن الترصد فعاقبه الله بأن طرد من الجنة إنه إبليس وأبقى الله هذا العدو ليحقق معاه هذا المخلوق المكرم وهو آدم حكمة الوجود وهي الابتلاء فأصبح هدف إبليس كله يعود إلى إفساد هذين الأمرين الأول ذاك الأمر الذي جمع آدم وزوجه وولده وهو العلم الذي جاءه من الله والهدى الذي جاءه من الله فمقصود إبليس أن يجعل الإنسان لا يتلقى ذاك العلم ولا يعمل وفق ذاك العلم والأمر الثاني ذاك الاجتماع والتآلف وإنجاز العمل وفق ذاك العلم يريد إبليس أن يفرق المجتمعين وبعد قرون تمكن فافترق الناس فبعث الله النبيين ليكون مقصودهم الأول معالجة هذا الطارئ الذي طرأ على بني آدم الطارئ الذي طرأ أن الإنسان أراد أن يجعل له مصدرا غير هدى الله وأن الإنسان أراد أن ينازع أخاه وأن يفترق عنه فبعث الله النبيين لمعالجة هذا الأمر إذن هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهي القصة الأم قصة آدم تؤصل عندنا هذا المعنى وتبين لنا المراد الرباني وهذا أصل نبني عليه التصور للوجود الإنساني الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق الإنسان على خلقة يجعله يبحث عن أخيه وأن يكون قريبا من أخيه ما هي تلك الخلقة التي تحوج الإنسان إلى ذلك خلقه الله عز وجل ضعيفا لا يستطيع أن ينجز ما يحتاجه بنفسه حتى يكون محتاجا لأخيه فيتجه إليه فيجتمع معه وخلقه على خلقة مغروز فيها حب النافع ودفع الظار فإذا هو يحب النافع ويحب أن يندفع عنه الظار ولا يستطيع أن يتحصل على النافع لوحده ولا أن يدفع الظار عنه لوحده فلذلك جعله متجه نحو أخيه وجعل أخاه متجه نحوه وهذا الأمر في إدراكه حقيقة عظيم لندرك جانبا من جوانب هذا الرب العظيم وهو الحكمة فالله أحكم الحاكمين والله أرحم الراحمين والله هو العليم فلما كانت إرادته ومحبته في اجتماع بني آدم لا في افتراقهم وفي تآلفهم لا في تباغضهم فنرى إذا أولا كيف كانت تلك البداية والعلاقة وتلك العلاقة علاقة الأبوة والزوجية أيضا جعل لها بعد غريزي عارم عند الإنسان ثم ثالثا مع الغرائز والبداية في التعليم والبداية في العلاقة وفق ذاك الأمر الذي هو الزوجية والبنوة والأخوة فإن الأمر في ذاك الاجتماع يدور على ماذا يدور على علم لأن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا وهذا أمر نراه ونشاهده والله أخبر عنه قال جل جلاله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فيحتاج الإنسان إلى أن يتعلم ويخبر بأنه خلق له أدوات التعلم فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم أكرمه بهذا التعلم منه جل جلاله فأرسل رسله وأنزل عليهم وحيه وكتبه لينشأ هذا الإنسان على هذا العلم الرباني فيعمل به بتلك الدوافع الغريزية ثم هناك أمر ثالث عظيم ما هو وهو أن هذا الإنسان حتى يقبل ما يأتيه من عند ربه عز وجل جعل في فطرته الإيمان بوجود الخالق جل جلاله وأن لهذا الكون خالقا وهو الله جل جلاله فلذلك يجد الإنسان هذا في فطرته وأنه فوق كل قوي قوي وفوق كل عالم عليم وأن الله هو الخالق وحد وأن الله هو العليم جل جلاله له العلم المطلق فكانت هذه الفطرة دافعا لقبول الإنسان الهدى الذي يأتي من عند الله وكان في كتبه التي ينزلها التعريف به جل جلاله فالله سبحانه وتعالى وهو يخبرنا عن هذه الحقائق في كتابه نريد أن نخرج بنتيجة عظيمة وهي أن الله عز وجل مراده أن يجتمع الناس لا أن يفترق الناس ومراده أن تتآلف القلوب لا أن تتباغر ومراده جل جلاله أن ينجز الإنسان مهمة وجوده وأن الله أكرم الإنسان بالعلم الحق وهو الوحي الذي ينزله الله عز وجل من عنده على أنبيائه ورسله فليس هناك اجتماع للإنسان أعظم من هذا الاجتماع ولا أقوى من هذا الاجتماع ولا أسمى ولا أنفع ولا يثمر ثمرة طيبة كاجتماع كان على الحق وعلى العلم الذي نزل من عند الله عز وجل فكانت الأمة المسلمة هي الأمة التي تجتمع على هذا الهدى الذي يأتيها من عند الله أو الذي جاء من عند الله فلذلك سميت بهذا الإسم فهي الأمة المسلمة لأنها أمة عندما اجتمعت ومسلمة عندما خضعت لوحي ربها فمسمى الإسلام ناتج عن الخضوع للعلم الذي جاء من عند الله والاستسلام لما جاء في كتبه وجاءت به رسله والأمة لأنها مجتمعة لا مفترقة فإذا هذا الأصل حقيقة عندما نقف مع كتاب الله سبحانه وتعالى ونجد هذا الأمر فإن ذلك أصل عظيم ولذلك ننطلق مع الإسلام نحو هذه المعاني في الوحدة والاجتماع والبيت كما قلت الله سبحانه وتعالى جعله قبلة والناس يجتمعون على قبلة والقبلة انتماء وهوية والقبلة اجتماع وعدم افتراق والقبلة توجه إلى مصدر تلق واحد من عند الله والقبلة عمل والقبلة عبادة والقبلة تآخي وتآلف والقبلة نظام وانتظام والقبلة مسامحة وعفو وإعانة ومعاونة وتعاون إن القبلة ترمز إلى ذلك كله وترى عندها ذلك كله فلذلك هذا نموذج عظيم فإذا ما رجعنا بعد هذا الإدراك الكل لهذه القضية وعرفنا مراد الله وعرفنا كيف كانت بداية الوجود لهذا الإنسان وعرفنا جهد الأنبياء والمقصود الأسمى الذي يؤديه الأنبياء وينجزه الأنبياء مع الناس وهو معالجة ما طرأ عليهم من هذا الافتراق والنزاع والاختلاف وإرجاعهم إلى الاجتماع لكي يجتمعوا على الهدى الذي جاءهم من عند ربهم ومن ومن سيدلهم على علم أعظم من ربهم العليم الحكيم الرحيم الذي خلقهم ومن أبر بهم من الله البر الرحيم جل جلاله فلذلك إذن هذا أساس حقيقة في منظور قضية الوحدة والاجتماع ثم إذا أردنا أن ننزل من هذه الكلية العظيمة وهذا الإدراك الذي هو فيه كتاب الله جل جلاله فإننا نجد أن هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام كان عمله على نفس العمل الذي قام به إخوانه لأن الله قال له فبهداه مقتده فالعمل هو العمل السعي في إرجاع الناس إلى مصدر التلقي الوحيد وهو الوحي وإرجاع الناس إلى الاجتماع والتآلف فيما بينهم فكان ذاك الجهد المبارك منه صلى الله عليه وسلم وحقق الله عز وجل له المراد بتلك الثلة المباركة أصحابه رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار الذين مثلوا باجتماعهم مثلوا باجتماعهم الأمة المسلمة الأمة المسلمة ومثلوا باجتماعهم نموذج الهدى والحق للناس إلى يوم القيامة وتبعهم من قبل هذه الدعوة ودخل فيها وكان من المسلمين وهنا الملحظ المهم جدا أن المنتمي إلى تلك الأمة الإسم الذي يتسمى به ويجمعه مع إخوانه هو مسمى الإسلام فهو المسلم فهو المسلم إن كان عربيا أو عجميا إن كان ذكرا أو أنثى إن كان صغيرا أو كبيرا إن كان فقيرا أو غنيا إن كان رئيسا أو مرؤوس إن كان وإن كان فالإسم الجامع لكل هؤلاء هو الإسلام فكل يقول أنا مسلم ونجد هذا الحسم حقيقة العظيم أيضا في القرآن بأن الله عز وجل ينسب لذاته العلي أنه هو الذي سمى هؤلاء بالمسلمين فهو الذي سمانا بهذا الإسم العظيم المسلمين فلذلك الإنسان لا يتخلى عن إسم اختاره الله وكرمه الله عز وجل به وأعطاه الله عز وجل إياه وجعله طريقا ليجتمع مع من حوله الإسلام والمسلم فلذلك فلذلك هذا أمر عظيم جدا ومهم جدا ونجد أيضا في هذا الدين أن الله عز وجل يسر وسهل الدخول إلى هذه الأمة ولينتمي الإنسان إليها فإن نطق بالشهادتين دخل تحت هذا الإسم وفي مقابل اليسر والسهولة في دخول الإنسان تحت هذا الإسم نجد على العكس فإن خروج هذا الإنسان وإخراج هذا الإنسان من تحت هذا الإسم بعد أن دخل فيه فإنه أحيط بسياج منيع حرصا في أن يبقى الإنسان تحت هذا الإسم ولذلك كان التحذير الشديد من إطراد أهلها بعضهم بعضا ذلك كان التحذير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر بغير حق فقد باء هو بها فإذن أصبح دخول الإنسان في هذا المجموع ميسر مسهل له وأما خروجه فأحيط بذلك السياج وحذر الإنسان وحذر أهل الإسلام أن يطرد بعضهم بعضا بمجرد فعل أو غير ذلك إلا بحق وإلا بدليل وأن هذا الأمر ليس هو أمر من حق كل أحد وإنما أمر مناط بعلم عظيم وتقوى وورع وحرص وليس الأمر بتلك السهولة التي يظنها فئات من الناس وهذا أمر محل حقيقة تنبه له والحذر من أن الإنسان يتجر في هذا الباب بغير علم وبغير هدى ثم قضية الانتماء والهوية فالله عز وجل اختار لنا هذا الإسلام وجعل هذا الدخول عهد جعل الدخول فيه عهد وميثاب والذي ابتدأ بالفطرة والفطرة كانت كانت مبنية على ذاك العهد الذي أخذه الله من بني آدم وذكره في كتابه في قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فالله أخذ علينا العهد أن نكون مسلمين وأن نؤمن به وأن نفرده بالعبادة الله أخذ علينا العهد ثم أمرنا بالوفاء قال وبعهد الله أوفو بعهد الله أوفو فلذلك الإنسان إذا أكرمه الله بالإسلام فلابد أن يكون حرصه على الحفاظ على هذه الهوية العظيمة وهذا الإسم العظيم وأن يشعر أن هذا الإسم هو الذي يعرف نفسه به وهو الذي أيضا يعرف الناس به فإذن هذا أصل في غاية الأهمية ولذلك في التيسير في دخول الإنسان إلى هذا الدين نجد ذاك الموقف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم مع حبه أسامة ابن زيد رضي الله عنه عندما خرجوا في سرية والتقوا مع عدوهم وتمكن أسامة من أحد أعدائهم فعندما تمكن منه وكان تحته نطق الرجل بالشهادتين فقتله أسامة فعندما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر قال يا أسامة أقتلته وقد قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعوذ يعني خوفا من القتل قال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله وما زال يكررها له حتى قال أسامة تمنيت أنني لو أسلمت ذلك اليوم أي أنه لم يكن مما رأى من أثر النبي صلى الله عليه وسلم أنك كيف قتلت رجلا وقد قال لا إله إلا الله إلا الله قضية قضية اليسر في أن يدخل الإنسان إلى هذا الدين وقضية السياج المنيع في أن يخرج الإنسان إنسانا من هذا الدين وهذا أمر عظيم فإذا إذا نظرنا إلى هذا الأمر وهذه الأمور إذا ندرك أي مكانة لقضية الوحدة والاجتماع في هذا الدين ثم إذا نظرنا إلى هذه الشريعة المباركة التي وصفها الله عز وجل بالكمال والتمام فقال عز وجل في سورة المائدة وهي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه وهو واقف بعرفة لذلك اليوم العظيم في حجة الوداع ولم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها سوى إحدى وثمانين ليلة ثم مات قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فوصف الله عز وجل هذا الدين وهذه الشريعة الخاتمة بأن الله أتمها فلا ينقص منها شيء ولن ينقص الله منها شيء وأن الله أتمها فلا يحتاج أن يزاد فيها شيء وأن الله عز وجل رضيها فلا يسخطها أبدا إلى يوم القيامة القيامة فهذه الصفة العظيمة لهذه الشريعة المباركة الخاتمة تستدعي أن نقف ونتأمل ما الذي جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة المباركة لتحقيق هذا الأمر وهو الوحدة والاجتماع فإننا نجد أن هذه الشريعة اعتنت بالإنسان كإنسان في بنائه بناء يهيئه نحو هذه الوحدة والاجتماع مع إخوانه المسلمين فلذلك نجد أن الشريعة اعتنت أول ما اعتنت بإصلاح فكر الإنسان وعقل الإنسان وذلك بإصلاح معتقده وذلك ببناء الإيمان الإيمان القائم على العلم وأعظم العلم العلم بالله جل جلاله أن يعرف ربه معرفة حق تعرفه بما له من صفات الجلال والكمال وتعرفه بما له من الإنعام والإحسان وتعرفه بما له من الحق على عبده المخلوق المنعم عليه من ربه فالعلم بالله يعرفك بربك الخالق والعلم بالله يعرفك بربك المنعم الرازق والعلم بالله يعرفك بأن حق هذا الرب العظيم أن يعبد وحده جل جلاله وأن تكون شاكرا له وشكره بأن تعبده وحده جل جلاله فكان هذا الأساس في بناء هذا الإنسان لكي يكون بهذا البناء مستسلما لله خاضعا لربه خاضعا لأمره قابلا لما يأتيه من عند الله فكان هذا الأصل في صلاح هذا الإنسان ثم إصلاح تفكيره بأن يكون هذا الإنسان بعقله السليم يسعى لطلب العلم الحق العلم النافع العلم الذي يجعله يحكم أعماله وفق الحق لا وفق الهوى والباطل وأن أغلى ما يصل إليه هو أنه يصل إلى الحق وأن يعلم الحق وأنه لا يعدل هذا الأمر شيء من متاع الدنيا أنه يبني في عقله العلم الحق فالشريعة الخاتمة في إصلاحها لهذا الإنسان تصلح تفكيره بهذه الوجهة بطلب العلم الحق الذي ينفعه للذي يضر ثم بعد ذلك تصلح حاله في أمر العبادة لله وحده وتبنيه فيها بناء إلى أن يصل إلى أن يعتاد ذلك الأمر ويصبح عادة له فأحب الأعمال إلى الله أدومها والصلاة ديمة وعمل الخير للإنسان ديمة فإذا تصلحه في هذا الجانب أمر العبادة ثم تصلحه في تزكية نفسه وتتعامل مع هذا الأمر تعاملا عظيما لأن هذا مكمن الخطر على الإنسان نفسه الأمارة بالسوء وأن الذي آمن بالله عز وجل ربا خالقا منعما والذي آمن بالله عز وجل إلها معبودا أوحدا فإنه سيسعى والذي أصبح تفكيره سليما يسعى لطلب العلم الحق فأول نفع لذلك كله يعود على نفسه بأن يسعى إلى تزكيتها وإصلاحها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وزكاؤها بما سبق الإشارة إليه ومتى ما زكت النفس وصلحت هذه النفس فإن على الإنسان أن يصادق الحق وأن يرافق الخير أن يصادق الحق في طول عمره لا يتوقف عن البحث عن الحق ويكمل ما عنده من العلم تحت ميزان الحق ولا يتوقف عن فعل الخير فلذلك هو يصادق الحق ويلازم الخير فالخير من شأني في كل عمري والحق مطلبه في كل حياته فهو يزداد في كل يوم بل فيما هو أقل باعتبار الزمن فهو يزداد بين لحظة وأخرى لأنه لا يتوقف عن طلب الحق ويزداد أيضا خيره لأنه لا يتوقف عن فعل الخير فهذا شأن المؤمن ثم يتعامل مع ذلك كله تعلمه هذه الشريعة أن يتعامل مع نفسه بالحزم فهو ملاك النجاح أن يكون حازما مع نفسه فإذن تصلح معتقده بالإيمان وتصلح تفكيره بأن يكون شأنه طلب العلم الحق وتصلح حاله وعمله بالعبادة وتصلح نفسه بالتزكية لتجعله مصادقا للحق ملازما لفعل الخير وأن تجعل الحزم شعار له في التعامل مع نفسه فإذن هذه الشريعة المباركة التي تصلح الإنسان هذا الإصلاح وتخرج الإنسان هذا الإخراج وتنبته هذا النبات الحسن فيكون ذاك المؤمن العالم المؤمن ويكون ذاك الإنسان المسلم زكي النفس طيب العمل ويكون ذاك الإنسان المسلم الحازم الجاد الذي يدرك قيمة الحياة إذن تلك الشريعة تبني الإنسان ذاك البناء ثم تسعى الشريعة لتعميم ذلك ليكون الناس كلهم وفق ذاك النموذج الأول وفق ذاك البناء فإذا ما تحقق فإنها تجمع بين هؤلاء تحت الجامعة العامة وهم أهل الإسلام أمة الإسلام و في هذا الجانب الثاني فإننا نجد كذلك في شريعة الله عز وجل كيف جعلت ما بين المسلم والمسلم علاقة سميت بالأخوة فلها ارتباط بتلك الغريزة علاقة الأخ بأخيه فسميت هذه العلاقة بهذا الاسم الأخوة في الإسلام الأخوة في الإسلام ثم وجعلت هذا الرباط رباطا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم حققه بين أصحابه حققه وهو بمكة وتحقق ذلك بصورة أظهر وأبرز عندما هاجر إلى المدينة فكانت الأخوة العظيمة بين المهاجرين والأنصار والتي كانت مضرب المثل وستبقى مضرب المثل في هذه العلاقة بين المسلمين وهي أخوة الإسلام ثم أيضا كان في هذه الشريعة لتحقيق هذا التآخي بين المنتمين للإسلام بعد أن بنت الفرد منهم ذاك البناء وبعد أن حددت مسمى وأعلمته أن هذا هو الاسم الشريف وبعد أن يسرت الدخول إلى ذاك الانتماء العظيم وبعد أن حذرت وأحاطت من دخل بسياج وأنه لا ينبغي أن تكون الجرأة أن كل من هؤلاء يدفع الآخر ليخرجه من ذاك الحصن وحذرت من هذا الأمر فأرادت أن تجعل أيضا أمرا يجعل هؤلاء الذين انتموا إلى هذا الدين وتسموا بهذا الاسم المسلم المسلم فأرادت أن تجعل بينهم أمورا تضبط علاقتهم فكان كما قلت الأول قضية الأخوة والأمر الثاني أن الله عز وجل شرع للإنسان علما عظيما يضبط علاقته بإخوانه إنه نظام الأخلاق والأخلاق هو التشريع الذي يضبط علاقتك بأخيك فكل تلك الأخلاق هي ضابطة لتلك العلاقة التي بينك وبين وبين إخوانك فكانت تلك المصوفة الأخلاقية التي نجدها في كتاب الله ونجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدها في خلقه هو عليه الصلاة والسلام وتعامل بها مع أصحابه وتعامل أصحابه بها فيما بينهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضبطت علاقتهم من الرحمة والصدق والأمانة والوفاء وغيرها من تلك الأخلاق الحسنة وكذلك حذروا من الأخلاق السيئة من الحسد والحقد والظلم والتباغط والتنافر والتنازع فكانت تحذير فإذا هذا أيضا أمر ثاني لتحقيق هذا الأمر وهو الأخلاق والدعوة إليها ثم أنها بيّنت أن مقتضى العلاقة بين هذا الإنسان مع أخيه المسلم فإنها تنضبط بعلاقات واضحة أولها كما قلنا علاقة أخوة الدين وكذلك العلاقة القائمة على العدل والإنصاف وعدم الظلم والتعدي وعلى علاقة المواساة والتكافل والتعاون فإذا تلك الأمور الثلاثة الضابط لعلاقة المسلم مع أخيه المسلم وهي علاقة أخوة الدين وعلاقة التعامل بالعدل والإنصاف وأن لا يظلم الإنسان أخاه وأن يعامله بالمعاملة التي يحب أن يعامله أخاه بها وأن يعطيه حقه الذي له كما يحب بدون إتعاب له كما يحب أن يأخذ حقه الذي هو عند أخيه بدون أن يتعبه وهذا هو الإنصاف ثم المواساة التي تستدعي النصح والتي تستدعي التعليم إن كان جاهلا والتي تستدعي العطاء إن كان فقيرا والتي تستدعي النصر إن كان ضعيفا وهكذا فهذه علاقات جامعة جاءت بها هذه الشريعة المباركة لتحقيق هذا الاجتماع والوحدة فإذا تفكرنا في هذه الشريعة المباركة التي جاءت بذلك كله فإنه أمر عظيم الله عز وجل أكرمنا به والله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الخاتم ليبلغنا هذا الأمر من عنده جل جلاله فلذلك السعيد من نظر إلى ذلك بعين العقل والاعتبار وأخضع جوارحه بدافع الامتثال فاعتادت الجوارح وألفت وزكت النفس واستأنست فاتجه الإنسان بهذه الطريقة الشرعية الربانية نحو الاجتماع بإخوانه فلذلك أقول إذا تفكرنا في هذا فليكن الإنسان سببا في وحدة مجتمعه والتآخي والاجتماع وأن لا يكون سببا للإفتراق ولتعلم أن هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وليعلم الإنسان أن كل أمر يدعو الإنسان إلى غير ذلك إلى الفرقة والنزاع بعد أن حقق الله عز وجل للناس اجتماعا فإنه ذنب عظيم وأمر جسيم الله سبحانه وتعالى لا يرضاه لذلك عد من يفعل ذلك من قلة عقله ومن ضعف إيمانه ومن عدم زكاء نفسه ومن سوء خلقه فإن تلك الأمور هي التي تدفع هذا الإنسان إلى الإفتراق وتجعله والعياذ بالله ليس فقط بعيدا عن إخوانه بل ربما يكون سببا في تفريق المجتمعين وهذا نجده عند من يبتلى بمرض الحسد أو الحقد والعياذ بالله أو الكبر فإنه يسعى إلى مثل هذه الأعمال وكذلك من ابتلي ببعض الأخلاق السيئة من الغيبة والنميمة فالحذر كل الحذر أن يكون الإنسان ممن هذا حاله وهذا شأنه فإن هؤلاء مبغوضين عند الله سبحانه وتعالى بل المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يؤلف هكذا قال عليه الصلاة والسلام فالمؤمن يألف إخوانه وإخوانه يألفوه وأما إن كان على غير ذلك فإنه أخرج نفسه من هذه الخيرية من هذه الخيرية فليكن هذا شأنك مع إخوانه ثم أيضا نجد في شريعة الله عز وجل أن الإنسان يتعامل مع إخوانه بتعامل الصبر والعفو والصفح والسماحة فإن هذا أمرا كثيرا ما يكون سببا في تأليف القلوب لأن الإنسان ضعيف ولأن الإنسان يخطئ فلذلك إن عمل بهذا التعامل استدامة الأخوة فأسأل الله أن يزيد لحمتنا صدقا وأخوة إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا